رأت صحيفة النهار اللبنانية أن إسرائيل تعمل على تضييق ما يرسمه بنيمي نتنياهو الرافض لوقف إطلاق النار فبعد الضربات المتتالية لقيادة حزب الله وسعت حربها جنوب لبنان لتعمل على إبعاد وحدات اليونيفل من مراكزها وتخشى الحكومة اللبنانية من محاولة نتنياهو لإلغاء القرار 17-01 وتكبيل مهمات اليونيفل في الجنوب بعد مطالبتها المتكررة للقوات الدولية بمغادرة مواقعها وفيما يواصل حزب الله مواجهاته على طول الحدود تسعى إسرائيل إلى تحويل الجنوب إلى أرض محروقة ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم وتضيف النهار إلى أن قوات إسرائيلية نفذت عمليات كوماندو السريعة وإنزالات في نقاط حساسة في محيط نهر ليطاني ومناطق أخرى بهدف ضرب مواقع لحزب الله أو زرع شبكات ألغام بغية إعاقة حركة الحزب في المناطق الخلفية وقطع شرايينه من المواقع الحدودية وترى الصحيفة أن نجاح العمليات الإسرائيلية وفرض القبضة الجوية على كل الجنوب ولبنان وتفكيك أوصال الحزب جنوبا يكون نتنياهو حقق الجزء الأكبر من خطة بنك أهداف إسرائيل ولو بعد أشهر من القتال ووفق هذا السيناريو الذي قد تعمد إسرائيل إلى اتباعه تسعى إلى فرض شروطها على لبنان وقد تطالب بطرد الحزب عسكريا من كل الجنوب ولبنان